الخبر اول اللي عادنا عن فضيحة اللي هزت اليوتيوب اللي عاد احمد حسن وزينب وبالاخص احمد فالقصة كلها بدأت يا حبايب لمنهاي ابنية نزلت هذا المقطع العصادة تفضح به احمد حسن انه هو الشخص متحرش وفعن اليوتيوب كله صارين شرع على هذا المواضيع وديجبون ملايين مشاهدات فاوكي الصراحة لم ادريش حازت انه هذه القصة كذب فرح شرح لكم كل قصة بالكامل واثبت لكم شوي شوي انه قصة كذب فهذه البنية حبايب حسب ما قالت ان القصة هي بدأت تقرأ من قبل كم يوم لما احمد حسن نزل هذا الستوري اللي كان كاتب عليه محتاج من التسن هيكون من عشرين الى خمسة وثلاثين للفيلم لازم تبعث لي صور ما يتعم ودى اشوفها فالبنية حسب ما دول انه هي تراسلت وي احمد حسن ودزلت لصورها وحطت السكرين كدليل ولكن الصراح هذا الدليل ما يثبت اي شيء ففيما رأي هذه المحادثة اللي هي بيني وبين سارة واحدة من اضافة فريقي شوف شو هسته حاليا رح اقلوبلكم اياها بالفوتوشوب وهي محادثة بيني وبين نورمار رغم ان هي محادثة ما بيني وبين نورمار ولا شيء يعني محادثة كذبية فهذه البنية اللي هو تريد تثبت فعليا موضوع حقيقة كان حطت السكرين فيديو مثل ما شافيه شوان ادخلت حاليا على حساب هذا الشخص وثبتت انه هناك رسائل بيني وبينه يعني المفروض تحط فيديو ما تحط سكرين صورة امو بخل نكمل عليه حسب الكلام اللي هي قالته ان احساس احمد انطهى رقمها بالواتزاب وصاروا يحطونوا يا بعض هناك وايضا كل الدلالي اللي حطت هي مجرد سكرينات ما لا اي صحة من الكلام مجرد قاعد يقول انه يحطيوها هذا كلام زا 18 وان احساس احمد حسن صار يقولها انه تعالي للبيت عاموا يسوي شيء زا 18 ويبعض وكالعادة الدليل يا حبايب هو مجرد صور سكرين مو اكثر ولكن الدليل الوحيد العساس هو يثبت الكلام ماليته صحيح هو فويز الاحمد حسن قاعد يقولها بيه كلام كلش عادي ما بيقى اشي غلط طبعا هو يمكن فعليا صار تواصل بيناتهم ولكن اشياء الزا 18 اللي هي قالتها الشي غلط لاحطكم الفويز يا حبايب تسمعوا ولكن قبلها اقوى شي لاحطت انه اول شي الرسالة اللي هي حطتها شادت قاصل محادثة مجرد حط انه اكو فويز فهي لو ما خايفة من الشي او محادثة مو اولها ما جان حطت مجرد سكرين للفويز يعني ومن اسمه الثاني ان شاء الله يا حبايب لو لاحطتوا انه هاي الرسالة محولة يعني هاي الرسالة ما متزوزة الها انما شخص حول للهياء يا منوابه انه هاي البنية قاعدة تكذب وهذا الفويز مو الا لاحطكم يا اسمعون انت دا فويز هو بصوته عشان اتاكد ان انا اتاكد عارفة صوتي مصبوط طيح انا اكوشي كلشي ضحك من وضوع ان اكوشي لاحبت انه قاعد دامت تجلكم هذا الفيديو انه الفويز اللي حطتها هي اساسا ما حطتها كامل فانت لاحظني يا حبايب انه هو اتاكو الثاني هي محطتها يمكن هاي الثاني يتثبت ان هاي الرسالة مو الها وانما متزوزة لغير شخص وهو حول الهياء فهذا الشي يثبت يا حبايب انه كلام مالته كله كذب بكذب صراحا ما عند الشيوية احمد حسن وزينب ولا اريد ادافع لهم اساسا ما اعرفهم ولكن الصراحا ما اريد اكون مثل القضيعة اللي قاعدين يكذبون ينشرون مجرد ان هاي فضيحة ولكن هي مو فضيحة من الاساس وما قاعدين ينتكدون اذا هي خبر فعليا فضيحة او لا فهذا الشي ممكن يضر سمعة هذا الشخص فحرام تسوون هذا الشي يا حبايب تنشرون انه هي تكون فضيحة ممكن هي مو فضيحة وممكن هذا الشي يأثر على زوجت انه هو ينفصل عنها فما ادر الصراح اكتبنا يا حبايب بالكومنتات شاركهم بهذا الخبر وبصلاح حبايب انها صارت المقطع بالاخير كل اللي حبايب قوله لا تنشر شي اذا انت مو متأكد من عنده لازم تتأكد تجيب الدلائل واثبت الموضوع وانا متأكد ان هاي البنية كذبة يا حبايب وبس والله انها صارت المقطع ومع السلامة